بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء ومرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أهلا ومرحبا فيكم في درس جديد في مادة التربية البدنية والدفاع عن النت للصف الثاني الابتدائي اليوم بذن الله راح ناخذ بذن الله أيضا وحدة أو درس في وحدة الصحة واللياقة لكن كالمحتاج ناخذ مراجعة بسيطة على درسنا الماضي وبعدها بذن الله راح نتعرف على موضوعنا الجديد وبعد تمارين بسيطة وبعدها نتقل إلى درسنا اليوم واخر شيء ناخذ مراجعة بسيطة على درسنا اليوم أخذنا حنا في الحصة الماضية وفي الدرس الماضي إشراك الزميل في استخدام الأدوات المخصصة لهما أثناء ممارسة النشاط البدني لكل رياضة أدواتها واجهزتها المخصصة لها يعني كل رياضة لها أدواتها واجهزتها المخصصة مثل ما ذكرنا في الحصة الماضية بعض الرياضات تحتاج كرة سلة بعضها كرة قدم بعضها تحتاج إلى مثلا مضرب أو تحتاج إلى ريشة أو أيضا بعضها تحتاج إلى زلاجات أو مثلا إلى حبل وغيرها من الأدوات الكثيرة وأيضا هناك رياضات ومسابقات تتطلب توفر أدوات أو أجهزة مخصصة لكل طالب أو طالبة عند التدريب أو ممارسة النشاط الرياضي يعني الآن إذا بغير نماس الرياضة أو ممارس النشاط بدني بعض الأدوات أو بعض الرياضات لازم لكل طالب أو كل طالب لازم يكون عنده أدات خاصة فيه ويظن استخدم هذه الأدوات لجعل ممارسة الرياضة ممكنة وأكثر سهولة يعني الفائدة من الأدوات هذه عشان نجعل ممارسة النشاط الرياضي ممكنة وأكثر سهولة يعني تخلي ممارستنا سهلة وأيضا ممتعة لذا ينبغي علينا مشاركة زملائنا في استخدام الأدوات والأجهزة الخاصة عندها عدم أيش توفر العدد الكافي نحن مثلا بربنا مثال إذا كان عندنا أدوات تكون قليلة ممكن نشاركها مع زملائنا في المدرسة ولقد حثنا دين الإسلامي على أيش؟ على التعاون التعاون طبعا يشمل جميع الأشياء فيما بينها لما فيها مفائدة ومصلحة للجميع لذا كن مستعدا دائما لمساعد زملائكم ومشاركتهم عندها الحاجة فلابد أيش نشاركهم الأدوات نشاركهم أيضا معلومة نشاركهم جميع الأشياء فأديننا إيش؟ حثنا على إيش عملية التعاون فيما بيننا اليوم بإذن الله راح نتكلم عن درس وحدة الصحة واللياقة وهو درس المرونة لكن قبل ما نتعرف نأخذ في التمارين بسيطة على درسنا اليوم بإذن الله قبل الجميع يكون جاهز وواقف لأداء التمارين الرياضية جميع الآن يكونوا واقف وهي المكان وجهزه عشان نبدأ التمارين بدنا اليوم أيضا لبس الزي الرياضي والمناسب عشان يقدر يتحرك بكل رياحية ومتازين وأخر شيء شرب الماء لازم قبل وأثناء ممارسة النشاط البدني وبعد ممارسة النشاط البدني مع بعض جميع ظهر مستقيم النظر يكون دائما إلى الأمام الآن ماشي بالمكان وبعدها راح ننتقل إلى سرعة متوسطة أيضا يكون في المكان مع بعض تمرين ابتدي واحد اثنين ثلاثة أربعة أبطال خمسة ستة ممتازين سبعة تمانية أبطال تسعة ممتازين أشرة استمر سرعة متوسطة الآن واحد اثنين ثلاثة أبطال أربعة خمسة ممتازين ستة سبعة أبطال ثمانية تسعة أخير عشرة قف تمرين الثاني ذراعين للأمام ورجاء القدم إلى الخلف نأخذها بشكل جانبي عشان تكون أوضح تضرعين مدى عاليا أو للأمام ورجاء القدم إلى الخلف ونزول بشكل خفيف ثم القدم الأخرى مع بعض جاهزين تمرين ابتدي واحد ونرجع مرة ثانية اثنين ثلاثة أبطال أربعة خمسة ممتازين ستة سبعة أبطال ثمانية تسعة أخير عشرة قف تمرين اللي بعده غوف الذراعين خفل الثانيين مثل ما قلنا ثم رفع القدم المعاكسة للذراع ولمس المرفق أو تكون قريبا مرفق ثم العودة مرة ثانية ثم الجهة الأخرى لكن أثناء أداء التمرين لازم ناخذ الشهيق والزفير مثال ناخذ كذا لازم بس ما نوضحها يكون أيش لازم ما يكون بين أيضا بين التمرين و التمرين أيضا في أداء التمرين نفسه ناخذ أيش الشهيق والزفير ممتازين مع بعض تمرين ابتدي واحد ممتازين ثنين ثلاثة أربعة ممتازين خمسة ستة أبطال سبعة ممتازين استمر ثمانية تسعة أبطال عشرة استمر واحد جولة الثانية ثنين ثلاثة أربعة أبطال خمسة ستة ممتازين سبعة ثمانية تسعة أخير عشرة قف نريح مع بعض شوي في المكان ممتازين اخذ الشيق وزفير بشكل بسيط مرة ثانية خير ممتازين أبطال ننتقي الآن إلى التمرين الرابع عندنا الآن تمين الرابع ذراعين في الوسط واليسار وإلى اليمين مع بعض وقوف تكون القدمين متقاربة ما تكون بعيدة تكون باتسعة تقريبا الحوض أو أضيط بشكل بسيط ذراعين في الوسط من وثب إلى جهة اليمين بشكل بسيط ثم العودة إلى نفس المكان ثم إلى جهة اليسار ممتازين جهزين مع بعض تمرين ابتدي واحد رجع مرة ثانيا ممتازين اثنين ثلاثة أربعة خمسة ممتازين ستة سبعة أبطال ثمانية تسعة استمر ممتازين عشرة واحد اثنين ثلاثة ثلاثة أبطال أربعة خمسة ممتازين ستة سبعة ممتازين ثمانية تسعة أخير عشرة قف تمرين اللي بعده ذراعين في الوسط خطوة إلى الأمام بشكل بسيط ثم النزول بشكل جدا بسيط وسمى الطعن الأمامي ثم العودة مرة أخرى ثم بالرجل الأخرى والطعن بشكل خفيف والنزول يكون الظهر مستقيم وليس مقوس إلى الأمام مع بعض جاهزين تمرين ابتدي واحد ثم نرجع مرة ثانية ممتازين اثنين ثلاثة أربعة ممتازين خمسة ستة سبعة أبطال ثمانية تسعة ممتازين عشرة استمر واحد ثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة ممتازين سبعة ثمانية تسعة أخير عشرة قف تمرين الأخير تحريك الذراعين من مفصل مفصل الفخذ مع بعض بشكل دائري ذراعين في الوسط تحريكها بشكل دائري بسيط ثم العودة المكان ثم القدم الأخرى جاهزين مع بعض تمرين ابتدي واحد اثنين ثلاثة أربعة أبطال خمسة ستة ممتازين سبعة ثمانية تسعة أبطال عشرة استمر واحد اثنين ثلاثة أبطال أربعة خمسة ممتازين ستة سبعة ثمانية تسعة أخير عشرة قف ريح مع بعض في المكان مع تحريك الذراعين والقدمين بشكل بسيط والرجوع إلى الخلف ثم إلى الأمام تحريك الذراعين والقدمين للخلف ثم إلى الأمام بشكل بسيط وممتازين مع رفع القدمين ممتازين استمر أبطال بعدين نقل السرعة شوي نقل السرعة ممتازين بعدين نقف ممتازين نريح شوي نأخذ الشايق والزفير نحاول ناخذ أكبر كمية مكسجين ممتازين خير ممتازين أبطال نتقل الآن إلى درسنا اليوم اليوم بإذن الله سنتكلم عن المرونة في البداية ما هي المرونة أو تعريف المرونة وش المقصود في كلمة المرونة لو تلاحظنا الآن الصورة التي أمامكم هذه تقريبا تدل على معنى المرونة نبي نفكر مع بعض ونشوف الصورة نركز فيها نفكر وش معنى المرونة لو لاحظنا الآن كيف جسم الصورة كيف الظهر كيف اليدين طيب شكل جدا بسيط تعريف المرونة هي قدرة الطالب أو الطالب على إيش أداء الحركات الرياضية إلى أوسع مدى تسمح به المفاصل لو لاحظنا الآن الظهر بشكل هل أساسي يكون مستقيم لكن لو لاحظنا الآن يكون إلى الأمام ولمس باطن أو القدم هذه نحاول نتحرك في مدى تسمح به أو أوسع مدى تسمح به المفاصل وأيضا العضلات طيب أهمية المرونة هل المرونة مهمة أو لا؟ لو لاحظنا الآن أيضا في الصورة الثانية أيضا هذه بعض التمارين اللي تنمي عندنا المرونة طيب هل هي المرونة مهمة أو لا؟ طيب عندنا أهمية المرونة عندنا أيضا المرونة تتبر من أهم عناصر اللياقة أيضا وش مهمتها؟ تسهل إيش؟ اكتساب المهارات الحركية المختلفة اللي عندها غالبا مرونة عالية يكون اكتسابها للمهارة بشكل أكبر أيضا عندنا رقم اثنين المساعدة في إظهار الحركة أكثر انسيابية يعني شلون؟ يعني مثلا لو قلنا الآن أي طالب يسوي هذا الحركة مثلا يعني الوقوف على قدم واحدة ومسك القدم لو عندك مرونة جدا عالية تقدر تؤدي المهارة بشكل جدا جميل لكن إذا عندك مرونة خنقل متوسطة أو قليلة ما تقدر تؤدي هذه المهارة بشكل المطلوب أو شكل الجميل باختصال إيش؟ تطلع إيش حركة أكثر إيش؟ انسيابية ممتازين وأيضا لها دور فعال في تأخير ظهور التعب أيضا اللي عنده مرونة عالية يكون عنده ظهور التعب بشكل متأخر أكثر أيضا الإقلال من احتمالات التقلص والألام العضلي هذا بشكل جدا بسيط إذا كان عندك مرونة يكون في عضلة أكثر مطاطية وأيضا المفاصل عندك تكون مرنة والأربطة يكون عندك إيش؟ الإقلال من احتمال إيش التقلص وأيضا ألام العضلي والإصابات بإذن الله طيب أنواعها عندنا أنواع المرونة عندنا النوع الأول وهي المرونة العامة على اسمها التي تتضمن جميع مفاصل إيش؟ الجسم ما لها إيش؟ مفصل معين تكون إيش؟ مفصل أو مرونة عامة وأيضا مرونة خاصة تتضمن مفصل الداخلي في الحركة المعينة حركة معينة نسويها تسمى مرونة خاصة أو في رياضة خاصة معينة طيب عندنا العوامل المؤثرة على المرونة هل في عوامل تأثر على المرونة؟ طيب تكون معدلات المرونة عالية عند من؟ عند الأطفال مقارنة بالبالغين عندنا أول عامل يأثر وليش؟ العمر هذا أول عامل يأثر على عنصر المرونة تكون معدلات المرونة عالية عند من؟ عند الأطفال لو عدنا الآن في الصورة هذه الصورة مجموعة من الأطفال تكون عندهم المرونة عالية مقارنة بالبالغين أو الكبار وأيضا عندنا رقم الثنين اللي هو الإحماء مثل ما سوينا قبل شوي إن حمينا جسمنا بشكل سريع وبسيط العضلات، المفاصل، الأربطة هل لها علاقة في المرونة؟ نعم لها علاقة في المرونة يؤثر الإحماء الجيد على المرونة إذا تزداد بنسبة ملحوظة بعد الانتهاء من الإحماء يعني حنا في بداية ممكن نشاطنا يكون عندنا الإحماء نازل لكن بعد الإحماء بإذن الله يكون عندنا المرونة مرتفعة أيضا من عوام مؤثرة التعب الذهني والبدني يؤدي التعب إلى الإقلال من المرونة إذا حنا تعبنا المرونة عندنا تكون بشكل أقل وأخيرا عندنا اللي هو الجنس الإناث أكثر أيش؟ أكثر مرونة من الذكور بشكل عام المرونة عند البنات تكون بشكل أعلى من البنين طيب كيف نقدر نمي المرونة؟ عندنا بعض التمارين اللي نقدر ننمي من خلالها عنصر المرونة عن طريق تمارين المرونة الثابتة وهي أسرع طريقة نظرا لأنها تحقق أقوى وأطول توتر عضلي في أنواع الإطالات لو لاحظنا الآن الصورة التي أمامنا الآن هذه تسمى أحد المرونة أو المرونة الثابتة لاحظنا الآن مسك أمشاط القدم والثبات في هذه الوضعية هتكمل الثبات؟ النظرة الآن يقول ليش؟ وقت من خلال تحريك لأقصى مدى ثم البقاء في هذا الوضع الوضع اللي أمامكم الآن هذه الصورة لفترة زمنية ما بين عشر إلى ثلاثين ثانية نستمر عليها مرة مرتين ثلاث مرات عشان عندنا المرونة يكون في ازدياد غالبا هنا يكون عضلات الفخذ وأيضا عضلات الظهر نأخذ الآن بشكل جدا سريع نسترجع مع بعض عندنا مثل ما قلنا اليوم المرونة بشكل بسيط عشان تسوي المرونة لازم تسوي أكبر في مدى حركي لو لاحظنا الآن بشكل جانبي يروح عندنا النزول إلى الأسفل أو يكون القدمين متجاورة ثم النزول إذا قدرنا نزل إلى الرقبة تقريبا هذه عندك مرونة تكون ضعيفة إذا عند الساق مرونة متوسطة إذا وصلنا عند القدم يكون أعلى إذا وصلنا إلى الأرض يكون عندك مرونة أكثر وأكثر طيب كيف أنا الآن ممكن خلنا نقول أني نزلت إلى هذا الحد ما قدرت أنزل أكثر من كذا أستمر على هذا الأداء واحد اثنين إلى العشرة وأوقف أرتاح شوي وبعدين مرة ثانية واحد اثنين إذا قلنا عشرة نحن عشرة ثواني بعدين نريح مرة ثانية إذا مرة مرتين بعدين أزوتها إلى عشرين ثانية ثلاثين ثانية وبعدين مع الوقت يصل عندي مرونة في العضلات الفخذ والظهر وأقدر أدي التمرين إلى المسعيش لأرض والثبات على هذا الوضع هذا التمرين أقدر أنمي من خلالها عنصر المرونة الآن بالجميع يكون واقف ويأدي معي هذا التمرين عشان نشوف هل مرونتنا عالية أو متوسطة أو طبعاً هذه أحد التمرين فيه تمارين كثيرة تنمي عندها المرونة أو نقيس من خلالها عنصر المرونة نديها مع بعض بشكل جامعي بشكل مواضحة أقدمين تكون متجاورة خلال الظهر مستقيم ووقوف ثم نزول مع بعض متازين ثم الوقوف نعد مع بعض إلى عشرة أو إلى ثلاثين ثانية حسب مقدرتك أنت الذي يقدر إعدلين عشرة الذي يقدر إعدلين عشرين الذي يقدر إعدلين ثلاثين ثم نرجع مرة ثانية نديها مع بعض واحد ثنين ثلاثة مع بعض ننزل واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة ممتازين سبعة ثمانية تسعة عشرة نرجع نريح مع بعض ممتازين أهم نقطة عندنا إذا أداء التمرين ما فيها ثانية في الرقبتين ما نقول كذا هذه الضغط لازم الرقبتين تكون ممدودة كاملة عشان نقدر نأدي التمرين بشكل صحيح ننسى في البداية اللي هو الإحماء لازم نحميه في البداية عشان نأدي هذا التمرين طيب حبايب ننتقل الآن إلى كده مراجعة بسيطة إلى درسنا اليوم عندنا السؤال الأول صح وخطأ المرونة هي قدرة الطالب أو الطالبة على أداء الحركات الرياضية إلى أوسع مدى تسمح به المفاصل هل هذا السؤال صحيح أو خاطئ؟ ممتازين المرونة مثل ما قلنا حنا في إيش؟ تحرك الأوسع مدى تسمح به المفاصل والعضلات ممتازين أيضا عندنا السؤال الثاني ما هي العوامل المؤثرة على المرونة؟ طبعا تأثر بشكل إيجابي أو بشكل سلبي عندنا رقم واحد مثل ما تكلمي قبل شوي عندنا العمر قلنا الأطفال أكثر مرونة من الكبار وأيضا عندنا الإحماء إذا كان عندنا طالب عنده حمى بشكل جيد يكون عنده المرونة أعلى من طالب توا ما حمى وجيد على طول داخل في النشاط الرياضي وأيضا عندنا اللي هو التعب الذهني والبدني إذا كنت أنا تعبان بدنيا أو ذهنيا ممكن يؤثر عليه في عنصر المرونة وأخيرا عندنا قلنا الجنس الإناث قلنا أو البنات أكثر أو الطالبات أكثر مرونة من البنين بشكل عام كذا حبايبي سير انتهينا من درسنا اليوم تكون العافية الحسن أنصاتكم واستماعكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر